البيوت بتفضل مستقرة ويفضل البيت في أمان الله ويفضل البيت حاسس بنعمة ربنا سبحانه وتعالى لغاية ما فيه فيروس كده يضرب فيه من أكتر الفيروسات اللي ممكن تضرب في البيوت وتخلي البيوت مهددة فيروس الشك الفيروس ده ممكن يسرطن البيت للأسف ده صحيح احنا يوم الحدي دايما بنتكلم ازاي نجنب بيوتنا كل المقاذق وكل الفيروسات دي عشان تفضل البيوت مليانة توافق يوصلنا للارضة ويوصلنا للسعادة بس ما نقدرش ننكر لزاد اول ايام دي بسبب وسائل التواصل الاجتماعي وبسبب حاجات كتيرة جدا جدا في حياتنا وبسبب بعض الاحيين العلاقات غير منضبطة وبسبب اسباب كتيرة جدا 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 فيه ناس ادي اسلهم على سلك عريان فضرب في قشنا كلنا ضرب في البيوت ضرب في البيوت ان ظهر بنسبة كبيرة جدا جدا الزوج الشكاك الزوج الشكاك بقت ظاهرة بقى فيه ناس كتيرة تحولوا الى شكاكين الزوج الشكاك بيكون متصور ان زوجته انا اسف يعني ما احنا هنا في البرنامج ما بنتعملش بنوع من انواع الخوف لان في الحقيقة احنا بنتعمل في البرنامج بنوع من انواع الامانة فيه فرق كبير جدا 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 من انك تخاف من انك تواجه مشاكلنا وانك تكون امين في التعامل معاه فظاهرة وجود شوء زوج شكاك ظاهرة موجودة بتزيد بتزيد للاسباب اللي احنا قلناها والزوج الشكاك ما بيتصورش بس ان زوجته بتخونه مع حد لكن ممكن تكون متصور انها بتخونه مع كل الناس مع اي حد بتتعامل معاه علشان كده بنقول دايما للشباب في دورات المقبلين عزاج من الاول خالص بنقول لهم وهم بيبتدوا حياتهم الزوجية وهم بيختاروا بيحطوا معايير الخطوط الحمراء ايه انط الشخصيات اللي ما يهوبوش ناحيتها وما يتجاوزوش منها لانه نمط خطر تكلفته عالية جدا 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 بلونهم بلاش تتجاوزوا الزوج الشكاك المستبد او بلاش تتجاوز الشكاك المستبد ليه بيحول حياة ما نحاوله الى جحيم وهو حاسس ان هو متيقن انتوا فاكرين ان هو حاسس ان هو بيزن يعني لا هو متيقن فلذلك في الاحوال دي لاحظنا ان الموضوع بيزيد شوية في مسألة الزوج الشكاك بيزيد شوية عند الرجال الرجال اكثر اصابة بحكاية الزوج الشكاك دي الشك ده بيبقى غير ممنطقي وغير مبرر لكن هو عنده عنده ده يقين يصل حد اليقين الى حد ابعد مما تتصور اللي انه بيشوف وبيسمع لكن مفيش حد على فكرة بيتولد كده طبيعي ان هو بيبقى شكاك فالسؤال هو الشك ده عند عندي ربما امثال بالازواج لانه ده الاكتر الشك ده عند الازواج بيجي منين لدرجة ان الموضوع ده ممكن يوصل لحاجات بنسميها جرائم الشرف بسبب ايه شك واوهام جرائم الشرف اللي احنا بنقول اكيد ان هي حرام وكبائر وما ينفعش ان هي تستمر في مجتمعاتنا لكن احد اهم الاسباب اللي وصلنا اليها بعد الدراسة اللي بتخلي الناس كده بتخلي الناس يوصلوا لحالة الزوج الشكاك النشأ الرفض في النشأ يعني هو عاش في نشأته في بعض الاحيين بتلاقي الأسرة بتتعامل بشيء من الرفض مع أطفالها فبيقولوا مثلا لطفل معين بيلولوا انت الولد اللي جيت غلط اللي محدش كان عايزه ولا حد بيتمبي وهو كسلان أو بلاش كده تيجي مصيبة تانية برضو بيعملها الأهل وما يعرفوش بعد كده هتوصل لفين لإني أحد أهم أسباب الشك الانتقام الانتقام وزيك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نشتنب كثيرا الله سبحانه وتعالى قال نشتنبوا كثيرا من الظن وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحسسوا ولا تجسسوا وكونوا عباد الله إخوانا السبب التاني بيبقى سبب واضح أو مهم بيبين فيه أو الانتقام ده أن كثرت الانتقاد للطفل واللوم ونظر إليه من الأب مثلا في فترة الطفولة أنه مش هيكون زي فالأب يشد عليه ويفضل ينتقد وينتقس منه عشان يطلع راجل بمعنى الكلمة زي أبوه طبعا علشان كده نعرف قيمة الكلام طريقة تربية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول سيدنا أنس فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته يعني حضرة النبي ما كانش بيفهمنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إن التربية مش انتقاد ولا لوم إحنا بنقول إن زي ما الزوج حامي وراعي وسند برضو الأب لازم يكون حامي وراعي وسند لابنه فالابن لما يشوف أبوه مش سند ولا راعي ولا حامي ليه فممكن يتعرض لبعض الانتهاكات أو بعض الضغوط عليه أو بعض الممارسات العنيفة يحس إن هو مش قادر يسق بكل بأي شيء حواليه كمان الأم اللي بتخلي موضوع الشك ده بيزيد فتلاقي الزوج ييجي يقول عن زوجته مثلا إن هي مش مهتمة بي فيستحضر صورة الأم اللي تخلت عن ابنها عارفين الشخص ده اللي هو مليء بالشك مش على فكرة بيقتصر على إن الخيانة بتكون في زوجته بس ده ممكن ينتشر بقى الخيانة يشوف بناته بيخون ويشوف كمان أخلاط ويشوف أبوه بيخون وأمه بتخون لدرجة إنه ممكن يشك إن زوجته بتخونه مع أولاده الصبيان وده ممكن يكون فيه تأثر وده سبب رابع إنه ممكن يكون ده سببه كمان إدمان المواقع الإباحية اللي بتعرض منتجات ممكن يكون فيها الأمر ده بكل بشعتها وبكل قدارتها ولذلك الشرع أمرنا إن إحنا نكون عندنا حياء كل المؤمنين يغضوا من أبصاري يبقى الموضوع موضوع الشك ده مش موجود بس في الستات اللي هم عندهم أسباب للشك ده ممكن يكون في الستات محترمات ولذلك الست الصبورة الطيبة بيكون بالنسبة لها شك زوجها فيها ده صدمة كبيرة جدا يعني تقول لنفسها أنا مش وش الكلام ده خالص وحيانا ممكن تكون الستة الطيبة العفيفة إيه اللي حاصل اللي هي شبهة أمهاتنا دي ومع ذلك سزوجها وهي مش رائعة الجمال يعني وزوجها بيشك فيها يبقى موضوع الشك ده على فكرة ملوش دعوة خالص بيها جميلة ولا مش جميلة ده لي علاقة بالأسباب اللي احنا ذكرناها في الشخص ده ولذلك لما نيجي نشوف ده نشوف إن المسألة موضوع الشك ده وإنها في الشر إنه يطعن في شرفها بيزيد جدا مع الأزواج اللي بيتعطن المخدرات فوزهنه أصلا مش مركز وتبتدي الضلالات والأوهام اللي ممكن تصاحب تعاطي المخدرات تأثر على إدراكه وتأثر على ده فيبدأ يشك على طول ويتهم زوجته بأبشح الاتهامات وإزاي كي احنا بنقول ده ولا نبرق للمخدرات وإنتوا عارفين بعض الحوادث اللي حصلت بشدة بشعتها إن فيه واحد تخيل إن فيه واحد اختصب أمه وأخته فعمل كريمة بشعة فالمخدرات ما بتسيبش حد غير وتلعب بدماغه فعشان كده المخدرات ممكن توصلنا إلى حد أبعد مما نتصور يبقى إيه اللي حاصل؟ طبعا المخدرات دلوقتي مش بس تعاطي مواد مخدرة بس ممكن تكون مخدرات ألكترونية زي المخدرات التي تتعلق بإدمان المواقع الإباحية وإدمان مواد صوتية تلعب على الأعصاب والدوبامين يا جماعة الناس الشكاكة دي حابب أقول لها إن الشرع حمل أعراض فاللي هيتهم حد بالفاحشة وما جابش ببينة بأربع شهود يحد حد القذف فيجلد فالافترضنا إنه وجاب تلت شهود بس وما جابش الرابع هيجلده هم التلاتة فموضوع الأهراض ده موضوع مش سهل إن حد يتهم حد بحاجة فيها أي نوع من أنواع اتهمه بإنه بيقع في الفاحشة الموضوع ده مش خطر بس على الشخص وعلى أهله وأولاده وعشان كده الشرع الشريف خلى الشخص يجلد عشان يبطل لما يجلد يمتنع عن إزاء المجتمع وإزاء أهل بيت وإزاء الناس فعشان كده ده إزاء للمجتمع كله نقدر نقول إن ده نوع من أنواع الاغتيال المعنوي والدين بيعاقب على هذا النوع من أنواع الاغتيال المعنوي وممكن الموضوع يخرج كمان في ظروف معينة من حد من الحد إلى حد التعزير فيزدادت ده ازداد العقوبة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس المفروض أن أنت مش تشك في أهلك لأنه مفروض تقول لك راعي ليهم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتي والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتي أنا جاي لكم من جلسة إرشاد الشخص بيقول لزوجته بيقول لزوجته أنت معاكي رقم تليفون الديريفري ليه أنت معاكي رقم تليفون الدكتور اللي بتتبع معاه ليه أنت معاكي رقم تليفون الأمن بتاع الكونباوند ليه أنت معاكي رقم تليفون الموظف الحسابات بتاع مدرسة ابنك ليه وهو في ده كله بيتهمها فبدل الرعاية يمرس الاتهام والشك ويعمل إيه ويهرب من قيامه بحق الرعاية اللي أمر الله سبحانه وتعالى وقال وعشرهن بالمعروف يبتدي يشك الشكاك ده هو الشكاك اللي بيشك الشك المرضي غير مبرر مش هتلاقي عنده دليل در درجة أنه يقعد يقول لك أوهام ده يجيلي يقول لي كده أنا شاكك فيها ليه يا سيدي أصلاً شميت ريحة غريبة يقصد ريحة الأشياء الخاصة بالرجال يا رجل اتق الله ده الله سبحانه وتعالى أمرنا يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن اسم يا أخي اتق الله الشخص ده ممكن يكون ضحية وما صرحش إنه هو تعرض لحاجة وصغية وكان منتظر حماية من أبوه أو حصلت له ظروف حياتية صعبة فلا يسق في أي حد يا سيد احنا مش هنقعد سكتين على هذا الشكل من الشك وعشان كده احنا هنقول شوية إجراءات لازم نساعد فيها الناس الشككين دولاً إن هم يخرجوا من شكهم دول الناس دولا مش قليلين والناس دولا ساعات بيتكراروا يعني مثلاً في ناس كتيرة بيوقعون نفسهم في مشكلة لما يكون في فرق سن كبير ما بين الزوج والزوجة في أوقات كتيرة بيبقى هو عنده إحساس إن هي في يوم من الأيام هتتخلى عنده وإن هي يوم من الأيام هتقابل حد وهتعجب بيه لإنه هو من سنها وتتخلى عنه وعشان كده احنا قاعدين نقول للناس خلوا بالكم وإنتوا بتختاروا ونقول للناس لو إنت عايز تتجوز حد أزغر منك سنة لازم تعرف إن أنت معرض لاحتمال زي ده في أوقات كتيرة جداً جداً ييجي يقول لي والله أنا ما عنديش مشكلة في إن فيه فرق سن لا إنت عندك مشكلة عندك مشكلة واحتمالية الشكل ممكن تكون زيادة عندك ويا سلام بقى لما يحصل بقى المسألة إن أنت تبتدي بقى يتقدم بك العمر وتتقاعد وبعد ما تتقاعد تبتدي تحس إن الحياة بتنتهي وأنا مش موافق على مفهوم إن الحياة بتنتهي لما حد بيتقاعد إحنا ببتدي طور جديد من الحياة بعض الناس عندهم كده إن حياتهم لما بيوصلوا إلى حد معين إيه اللي حاصل؟ يبتدوا حياتهم تنتهي فيحس إن هي لسة عندها حياة فيبتدي يحاول يخليها بالشك تتخنق عشان تحس بإن هي في مثل سنه فيخنقها بالشك يا جماعة المسألة صعبة نحن نتكلم بجد وعشان كده لابد تكون الإجراءات نتعامل فيها مع الحالة اللي إحنا عندنا دي أول إجراءات لازم نقولوا لابد من الرابع إن إحنا نملك الربع الخالي اللي عند الشخص ده فيه ربع خالي كده بيبقى عند الشخص الشكاك الربع الخالي ده تربعي أنا بسميه ربع الأمان الربع الأمان ده بيبقى حاسس إنه عنده ربع خالي أنا هقول حاجات عشان إحنا لو قبل الجواز بنقول لا ما تتجاوزوش الشكاك لكن إنت هو متجاوزة من مقتضى العشرة بالمعروف إن إحنا نسعده إنه يخرج من شكه ده طب نعمل إيه عن حاول نردم الفجوة في الربع الخالي ده اللي هو ربع الأمان ده لأن الشك عنده هو سببه عدم الشعور بالأمان بالأساس يبقى الربع الخالي ده عند الشخص في إن الزوجة تتحول في بعض الأحيان تمارس ممارسة أعلى بشعور الأم فتحاول صدقوني لما تعملوا كده احتمال كبير لو إنه ما وصلش إلى حد المرض يتغير حاله كتير قوي قوي أنا عارف إن الشك مؤلم جارح مؤذي للست للست العفيفة الشريفة زي ما الشك كمان مؤذي وجارح للشخص العفيف الشريف الزوج طب نعمل إيه بقى؟ مسألة بسيطة نبتدي نرفع منسوب الأمومة الزوجة ساعات بتلعب أدوار كتيرة مع زوجها تزود شوية شعور الأمومة إن هي الطبطب عليه وتحسسه بالحنان وتحسسه بالأمان فيحكي لها ويخرج من جو الخوف والرعب اللي بيخليه يشك فيها إن هي عتتخلى عنه أو يشك في كل اللي حواليه الحاجة الثانية اللي هي ضرورية بقى والمسألة زادت نساعده ونشجعه إن هو يروح لطبيب علشان العلاج بيبقى مهم جدا جدا في مراحل مبكرة لما يكون الشك دوى التحول إلى شك مرضي لازم نسعى إلى ده رقم ثلاثة لإن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال تداوى وعباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء إن الكثير بيبقى الشك دوت سببه لغبطة في كمية المخ الحياة الثالثة اللي مفروض نعملها نشوف حد كبير حد قريب يمكن يسمعه ليه بقول حد كبير لإن لو كانت مشكلة عنده مشكلة في النشأة سببها الوالد لو أي حد اقترب منه وكان عنده وقار وعنده حنان وعنده احتواء يمكن يسمعه ويتكلم معاه ويكون مثلاً لو كان حماه أو كان حد عمه أو كان حد من الأصدقاء الكبار في السن ممكن يسمعه ويتكلم معاه أو حد يقوم بدور اللي احتواء أي حد لأنه ممكن يكون محتاج لأب وساعتها بيبقى قيام الشخص ده بدور الأب هنا بيطيب خطره شوية بس لازم الشخص ده يتنبه إن هو مش هيكون طيب ويطبطب بس لكن هو محتاج لحزم كمان لازم يقوله الشكل اللي انت بتعمله ده يورده كوالهازه بالله في الهلاك يقوله كده وتعالى عشان ساعدك تخرج من اللي انت فيه ده لازم يبقى حازم وفيه طيابة لازم يتعامل كده مع الشكاك فيقوله ممنوع تماماً اللي انت تتكلم في الموضوعات اللي زي دي انت مش هتضيع حياة زوجتك وبناتك وولادك عشان انت عندك شك يا كده حاسم وفي نفس وقت أنا جنبك لغاية ما تخلص من الوباء اللي انت فيه ده بس لو عملت كده تاني هتتحاسب ومش هستمر في الأسر دي أنا ننسيت أقول لكم إيه لي بيخلينا نعرف أن الشكاك ده مضطرب الرجل لما بيشك في زوجته هو قاعد معاه ليه أنا أقول لكم حالات الرجل شكاك وقاعد مع سكته وهو بيشك فيها من أول يوم جواز من أول أسبوع جواز وبشك فيها وهي وأعيش معاه خمسة وعشرين سنة خمسة وعشرين سنة فببعض الأحيان أنا بعمل إيه بروح قايم بالدور ده فأقول له طيب حضرتك لما بتشك فيها من أول أسبوع جواز حضريك قاعد معاه ليه أنت عارف معنى كده أن حضرتك إيه؟ معنى كده أن حضرتك بتكذب نفسك هو يقول لي لأ أصلنا هو معرفش إيه والأولاد إيه حضرتك لازم تعرف أن أنت بتمارس شيء ما فوش اتزان رابع حاجة بنقولها في الإجراءات كمان بنوصل أم والأبناء اللي الزوجة يعني والأبناء أنهم يغيروا طريقتهم في التعامل مع الزوج علشان نحتويه ونعمل إيه؟ ونوفره شوية بيئة صحية للتعافي أن احنا ما نجيش نقعد بقى نقفله على الوحدة لأنه وحيده كتير وحيده ملاش آخر ولما نجي نسمعه نسمعه كأنه ما بيقول شيء حاجة لأن احنا لو قفنا له على الوحدة واعتبرناه بيجرحنا واعتبر رابع زينة مش هنقدر نساعده على أنه يتعافي يا سيدة الموضوع ده تمقواه السهل وبيقلم وبيوجع الناس بس إحنا في الآخر خالص عايزين نساعد البيوت على أنها تتعافي لو عملنا الإجراءات الأربعة دول من أن الزوجة شوية أخذت دور الأم من أن يساعدناه على أنه يروح لطبيب لو كان محتاج طبيب لو أن احنا شوفنا حد كبير يكلمه عشان يكون حازم معاه ويعمله دعم ولو أن احنا تحالفنا كلنا عشان نوفر له بيئة تساعده على أنه يهدى ويحس أنه هو في أمان ونقول له عليك أمان الله أحنا أمانك وسندك أنا أظن أنه ده يحل كتير جدا جدا من إحساس الإنسان الشكاك وما يبقاش البيت فيه فريقين فريق الشكاك وبقية الأسرة لا كلنا نتحالف لأنه في الآخر خالص ده الأب والزوج اللي ربنا يجعله سبب في وجود الأولاد ووجود هذه الحياة شكرا